أكد غبطة الكاردينال المعين بير باتيسة بات سبالة بطريارك القدس للاتين على دور الوصاية الهجمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة ودور جلالة الملك عبدالله الثاني الحيوي والتاريخي كقوة ضغطة ومشرفة في ضمان حقوق القدس والمقدسين جاء ذلك في حوار مع غبطته من دار البطرياركية اللاتينية ضمن برنامج عين على القدس الذي يقدمه التلفزيون الأردني وقد استضاف البرنامج أيضا من عمان سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتين في الأردن للتعقيب على مقابلة غبطته والتي أكد فيها أن قرار قداسة الوابا فرنسيس بمنح رتبة الكاردينالية هو تأكيد على أهمية مدينة القدس في العالم المسيحي وأثر ذلك التعيين على الكنيسة والمجتمع المسيحي مستقبل المسيحيين في الأرض المقدسة يعتمد على عدة عناصر وليس عنصرا واحدا أو اثنين القلق الأول الذي يؤثر على حياة المسيحيين وليس المسيحيين بل المسلمين أيضا فهم جميعا في هذا الصراع وطالما أن الصراع مستمر فإن الصراع العسكري والعنف سوف يستمر والاحتلال ولهذا من الصعب أن تقنع خاصة الشباب أن يتحدث بصورة إيجابية وجميلة عن المستقبل هم يريدون أن يبنوا عائلات لهم تعيشوا حياة طبيعية كبقية العالم ويجب أن نتحدث عن ذلك حتى يفهم الجميع أن هناك صراع والصراع لم ينتهي بعد ثانيا يجب العمل على دعم المجتمع المسيحي فعندما يكون هناك صراع وتوتر فإن وحدة المجتمع مهمة من أجل دعم بعضنا البعض المخططات تشمل الأماكن المقدسة إذا شفنا أرجانا المخططات في شرق القدس وفي جبل الزيتون بالذات هناك مخططات لتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية بحتة وليس الحفاظ على الطابع الديني من هنا وجود جلالة الملك الذي يدافع عن المقدسات والتي يدعم المقدسات وبشكل خاص ومميز دعم الوجود المسيحي في القدس من على المنابر الدولية تكلم جلالة الملك عبد الله عن هذا الوجود وعن أهمية هذا الوجود وهذا يعطي دفع الأمام إذا كان على أهل القدس أن يعملوا يعملوا معا كما قال غبطة البطريارك بين الكنائس ويعملوا مع باقي المؤسسات هي لخير القدس ولذلك نحن بحاجة إلى هذا الصوت بحاجة إلى هذا الموقف بحاجة إلى هذا الدعم لأن أهل القدس يشعرون أنهم بدون ظهر بدون دعم وكان غبطة الكاردينال بيرباتي سابت سبالة قد عقد مؤتمرا صحفيا في دار البطرياركية في القدس أشار فيه إلى أنه سيقام في الثلاثين من شهر أيلول احتفال كبير في الكنيسة الكاثوليكية في بازليك القديس بطرس في روما يرأسه قداسة البابا فرنستيس للإعلان عن تعيينه كاردينالا وقد عبر غبطته خلال المؤتمر عن فرحته لهذه المناسبة هذا وستقام في وقت لاحق احتفالات بهذا الحدث في كل من عمان والقدس وبيت لحم وناصرة وقبرخ